بعثت تقول لأخت متزودة ولها أربع أطفال وزودها مقيم في جدة حيث أنه يعمل هناك في شركة وحين يأتي إلينا يقدم لنا بعض الهدارة كالملابس حيث أننا علمنا أنه يسرب بعض قطع السيارات في الشركة التي يعمل بها ويبيعها في الأسواق هل الملابس التي تقدم لنا حرام وهي تجيز لنا الصلاة فيها علما بأن أختي لم تعلم بذلك وإذا علمت سوف يحصل مشكلة كبيرة لأنها عصبية جدا ماذا يكون التصريف بذلك الله وخيرا إذا علمتم يتحققتم بأن هذا الذي يدفعه لكم أنه للشرقة فإنه لا يحل لكم لأنه لا من الحرام فلا يحل لكم ولا يجين لكم قبيره عليكم رده إليه وكذلك زوجته علوها أن تناصحه وأن تدين له أن هذا الحرام ولا يجوز استعماله